باتت هذه الأقفاص وفيها مهاجرون غير شرعيين حلموا بالعبور إلى الولايات المتحدة رمزا للعبودية وعدم الإنسانية في العصر الحديث اعتقد هؤلاء أن الضفة خلف جدار الفصل الذي باشر الرئيس دونالد ترامب ببنائه على الحدود مع المكسيك ستكون أمينة فاصطدمت أحلامهم بإجراءات عنصرية حرمتهم من أطفالهم في سلوك يكرس العبودية مشهد الأطفال داخل أقفاص وهم يصرخون ويبكون هز العالم بأسره عام 2018 بعدما لجأت إدارة ترامب إلى شن حملة عدم التسامح المطلق مع المهاجرين وأطفالهم تم إرسال الأطفال إلى مرافق الإواء والمهاجع التي أشرفت عليها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بينما تم وضع البالغين في سجون الهجرة في ظل ظروف سيئة للغاية بعد موجة انتقادات عالمية ضخمة أجبر ترامب تحت الضغط على توقيع مرسوم رئاسي يقضي بالإبقاء على الأطفال الموقفين مع أهليهم خلال فترة الإجراءات القانونية فيما عجزت السلطات عن لم شمل عدد من العائلات بسبب تشتت أفرادها اليوم ينظر الجميع إلى جو بايدن ويترقب كيفية تعاطيه مع ملف المهاجرين مسؤول الجماركي وحماية الحدود أعلنوا عن نيتهم إزالة الأقفاص وإعادة تصميم المراكز لوضع المهاجرين المحتجزين بظروف أكثر إنسانية ضمن عمليات تجديد قد تستغرق ثمانية عشر شهرا فهل يصدق بايدن في وعوده خاصة أنه تعهد بإلغاء القيود المفروضة على العمال المؤقتين وتخفيف قيود التأشيرة على الطلاب الدوليين ووقف بناء الجدار الحدودي وإنهاء مراكز احتجاز المهاجرين الخاصة إضافة إلى رفع قيود السفر عن رعاية ثلاث عشرة دولة